رد أولا خلينا نقول أن المعيار اللبناني للنقاش هو القرار 1701 أتى الفرنسي يقول أن هذه الورقة الجديدة هي خريط الطريق للـ 1701 قيل أنه فيها إيجابيات ما هي وما الملحظات عليها لما دخلنا بالتفاصيل لغينا الفرنسي مغير العنوان عن عنوان الورق الأديمي كان الورق السابع اسمه ورقة الترتيبات الأمنية غير العنوان لكن بالتفاصيل كانت المفاجأة أنه حينما عادت هذه الورقة وذهبت إلى كيان العدو أتت مسكونة بمجموعة من العناصر غير المقبولة لبنانيا جرى اجتماع تنصيقي في منتصف الأسبوع الماضي بين حركة أمل وحزب الله في عين التيني بحضور الرئيس بري والحج إحسان خليل وتم مناقشة هذه الورقة بالتفصيل ورئيس الحكومي كان ناعش الأمر مع السفير الفرنسي شو الفضاء صلتنا؟ الرد الذي سلم أول أمس في مجموعة ملاحظات تجوف مضمون هذه الورقة ترفضها بشكل ناعم دون أن يكون هناك رفض رسمي لها لكن كم الملاحظات التي وضعت عليها تجعلها عمليا فارغة شكل سريع مثل شو ملاحظات؟ يعني للأسف أولا في حديث عن دور وحركة لليونيفيل بمنطقة جنوب النهر بمعزل عن الجيش هذا الأمر مرفوض الحديث عن إعادة انتشار القوات وإبعاد القوات العسكرية هذا أمر مرفوض وجود مراقبين جداد غير مراقبين الهدن الموجودين من فرنسا وأمريكا ولبنان وكيان العدو رفض من قبل لبنان ولا يريد أن يكون موقف لبنان ثابت أكيد صلب على المستوى الرسمي وعلى المستوى السياسي التنصيق بين المعنيين قائم